من الرحلة هذه أنت اكتشفت عدة أمور ومنها بعض العلاجات وبعض التداوي ولك جهد جميل في البحث والتحري مرض السكري يبدو أنك لقيتها بعض الشغلات خصوصا للوقاية منه وش نصيحك لي من يعني قد يكون معرض أو مثلا ياسمنة زايدة أو وراثة أو شيء ما في شك أن السكر مرض من أمراض العصر وهو موجود ترى في الماضي لكن ما هو مبين مثل ما هو اليوم عندنا اليوم الأجهزة والتحاليل والمعلومات اللي صارت عندنا والكم المعلوماتي عن الأمراض صار عند الجاهل معلومات فأنت طبيب نفسك أولا والمعدة بيت الداء وأنت إذا تركت العنان ليدك ولا سلمت فأنت بتأكل خاصة مثلا الأيام اللي حنا فيها التمر وأكود منها إذا كانت شكريات وطاير كانت رمضان في الأيام اللي أيام الرطب الواحد ما يمسك نفسه عن الرطب مو مثل التمر المكنوز اليوم والمبرد يعني أكل الإنسان في المكنوز ومبرد أقل عدد من بينما في الأيام الثمرة ثمرة الرطب الأكل أكثر صح لذلك أنت جمال التمر لا بلونها ولا في تخليك تأكل أكثر صح وخاصة يعني إذا جت في الصيف طبعا الصيف هو اللي فيه وحنا لرمضان ما يجي كل ثمان سنوات يتغير في فصل صح كل ثمان سنوات يتغير لفصل تقعد فيه عدد أحيانا وخاصة مثلا فترة الصيف هو اللي فيها الرطب ثم اليوم التمر يرفع السكر معروف من يبي يقول لا صح لكن أنت طبيب نفسك هل آكل عشر صح آكل خمس وصحيح الإنسان اللي صايم قبل كل شي يقول جيبه صح لكن لمنه جاء الأكل معدك محدودة الاكثار من السكريات الاكثار من النشويات الاكثار من الحلويات ووحدين اليوم الحمد لله ما فيه طريقة من طرق الحلويات اللي عندنا منها الحمد لله من الشمال والشرق والغرب اللي لو نحن نطبقها لكن أنا أقول لا تحرص على أكل الحلاء هذا العلاج الأول حلو المشروبات اللي فيها السكر والابتعد عنها ابتعد عنها أنتم في غنى عنها صح بالنسبة حتى لو كانت على فقط أن السكر يرتفع لا السكر يرتفع الكلاء تتأثر العيون تتأثر الأطراف تتأثر صح ما هو شيء واحد وثم أنت بنفسك لا تلقي بنفسك لا تهلك عندنا أشياء القهوة من المقللات السكر تقلل السكر عجيب لأنها مرة مراراتها لكن الكم اللي أنت تشربه من المرارة تخربه بالتمر الكثير صح يعني وقس أنت على كم تمره مع الفنجال صح الواجب خلاص نص تمره مع الفنجال صح ونص تمره مع الفنجال الثاني ثم خفف أنت فيه واحد يروي عنه أحد الذكاثرة المشهورين في التغذية ما أدري هو النقل عندي قد يكون خطأ بس من باب الأمانة إذا ما نبواهم هرشود الشقراوي أو شيء كان ينصح بعض الناس اللي مثلا مدمنين على قضية الاكثار من التمر نعم خصوصا لو كان مثلا الوالدة أو الوالدة أو شيء فكان أحيانا هي تحتاج إلى علاج نفسي بسيط نعم فقال نفس الكلام اللي قلته أنت من شوي عرضا قال قسم التمر الثنتين نعم أو قسمها أربع بحيث أنت نفسيا هم تعود أنت تأخذ مثلا بكرة وبدلا ما تأخذ مثلا عشر خمسة عشر الحبة دخلها أربع وعليك الحساب أستأذي العلاج في يدك أنت والثانية إلى أن مثلا ما قلنا التمر فيه تمر حبتها صغيرة نسمونه ديقالة أو نسمونه وحنا ندور الزين اللي حبتك كبيرة لا ندور الكبيرة ندور حبها صغيرة وقسمها وقسمها وتصير بدلا ما أنك تاكل ست كل تاكل واحدة صح الكلام على أن طبيبك أنت عندنا أشياء معروفة لأنها تدخل على الأنسولين وتزيد في الأنسولين منها تجنب السكريات المتواجدة في بعض الفواكه مثل مثل الحبحب ومثل المنقى ما لها داعي أنا في عمري أكلها أسلم 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 عليها سلام يعني ربع أيوة ما ما في إنسان لكن بعد قاعدة يمكن أقول لك لا تحرم نفسك وأنت الموت جايك جايك صح قلل قلل إيه ولا أنت براد عن نفسك يعني صح لكن أنا أقول عندك أشياء تخفف شوي عندك القرفة إذا أخدتها إذا حطيتها ثم أكلك لا خلنا نأخذها حبة حبة إيه القرفة وشون وتغلى تغلى أو تحط بودرة في ناس يحطونها من العجائب لللي تعالجون بينهم بين دائما يحطون لهم خلطة مع القهوة يكون فيها شوي من المر شوي من القرفة الزنجبيل والزنجبيل الكركم الزنجبيل أحيانا يمكن يتعارض مع بعض الأدوية اللي يأخذها الإنسان حيانا يأخذ مسيلات ويأخذ تقول لي أقول له لا خلنا من ولا تخلوا قهوة بعض الرجال ويجعلوا بعض الناس من زنجبيل لأن لها نكهة أكيد أهل الجنوب بالذات حتى عندنا حنا العالم كله يحب نكهة الزنجبيل لها طعام لها رائحة المسمار 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 فيه نفع فيه زين زين اللي نصار الواحد ما أكل أكل كثير هذا إنه يخفف تخمة شوي خفف التخمة لكن نبيل التخمة أنت سببها لا تشرب ببسي ولا ولا تأكل واجد بعض الناس يروح يدق ثم يشرب لها ببسي أنا أقول لك لا لا تكثر ولا تشرب ببسي أو لا تشرب مشروب غازي لأن هذا ما منفايد ما منه لا ضرر أثنين لأن بعض الأكلات اللي حننا ناكلها تلقاك مبعد منها الكركم ومبعد منها الكزبرة مبعد منها وهي كلها تنفعك في الحلبة مثلاً بعض الناس فيتأفف من الحلبة وهي الحلبة هي الدواء الأول المرارتها اللي موجودة ثم القهوة ثم فيها أشياء أخرى تكون مرارتها جيدة مستلذة وحد منها إذا أن يعني عندك الصبار اللي هو الألوفيارة إذا أخذت منه ومسحت بها من الخضار يبدو الكرلة اللي هو الخيار المر هذه البامية الملوخية البامية والملوخية وفيه شيء حينما نجيبه على موائدنا الهندبة الهندبة تحط مع المكارونة والمكارونة من وجبات الشهر الكريم صح وحتى من القديم كانت عندنا المكارونة إلى من الجرام أنا نشوف فالله في رمضان صح كان عندنا أيام فقر ما فيها صح والحمد لله حنا في في خير ونعمة الأيام اللي حنا فيها من بداية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وإلى اليوم وحنا في في رغد من العيش صح وكل يوم حنا في أكثر يدخل علينا أسماء جديدة وأسماء أنا أذكر لك أحد الأشخاص عزم الكلام هذا عمره في في الخمس ستين وعمة اللي عزموه كان من عندهم سمبوسة 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 هم طبعا سكان الرياض ولا يعرفون السمبوسة هبد طبعا نول يمكن أنا وياك ندخل للمقابرة نشوفهم يبيعونها بالوزن صح هم ما يروحون للمقابرة ولا شيء حارتهم وعزم على فطور عند أحد الأشخاص الكبار وجاء بسمبوسة قال هذي السمبوسة يقول واخذ واحدة وحطها من أخباتي أبو أبرح وريها أخواني حنا في نعمة يعني من كثر النعمة اللي عندنا صار عندنا هذا الأمراض والفاق والسكر ما خارجها أو ما داخلها عليك بسبب الأكلات اللي أنت تأكلها جميل والمعدة هي بيت الداخل أنت لا تدخل عليها ولا له بجايك تخمه ولاه بجايك والعافية وش يقولون في أطراف الجوع في أطراف الجوع